مفيش حاجة بتحصل في التعليم في العالم بعملية جراحية مفيش لأ أن التعليم بروسس متجددة يعني بتتغير وتتطور كويس سبب عشان كده اسمها عملية تعليمية سبب الروح الإيجابية اللي عندي وسبب تفاقوليه إن إحنا أمام فرصة لن تتكرر في التاريخ شوف قد إيه بقى اللي هي أن العالم كله بيقف على مصرح جديد في تغيير وتطوير نظام التعليم بتاعه وأنا واقف معاه مش بحتاج إن أنا مر بالخمسين سنة اللي مر بيها غيري عشان يوصل لنقطة النهار يا ده معنى كنا بحرك إن أنا أقدر أسد الفجوة اللي أنا وإعتها أيوة إيه متغيرات اللي حصلت بتواجد التكنولوجيا بالشكل ده أتاحت شكل جديد من التعليم في المستقبل هديك ودي الجمهور لقطة فضل اعتبر أن الحياة في الكون ساعة تمام الكون ده خلق في 14 مليار سنة والأرض وجدت من 4 مليار سنة والحياة وجدت من 2 مليار سنة والإنسان ظهر من 2 مليون سنة والإنسان بشكله بتاعنا ده ما بقلوش خمسين ألف سنة خيس والحضارة بدأت مفيش من عشر تلاف سنة من المكتشف في الزراعة والثورة الصناعية بقلاش 400 سنة والثورة التكنولوجية بقلاش عشر سنين تمام تاخد بالك السنين بتقل زي أنت في ثانية واحدة من تاريخ طويل اللي هيحصل في الثانية الجاية قد اللي حصل في الـ 14 مليار سنة شوف قده اذا وانت انت أنا عليك بتكلم عن فكرة أن التكنولوجيا دي بتختزل الزمن بالزبط فانت النهاردة مصر النهاردة تقف على نفس المصلح بتاع رسم المستقبل اشتغل عليه اشتغل عليه ومعاه واطلع به ولا أفضل ترادشنالي زي ما بيقوله صعب موات العادات القديمة وعايز أعمل زي اللي عمله غيري من 20 سنة شوف صاحب غفورة عملت ايه وشوف اللي مش عارف ايه عمل ايه يا عم اللي جاي مختلف شكل الفصل وشكل المدرسة ووسائل حصول على المعرفة والتدريب المدرسة لن تصبحه خلال خمس سنين مكان لتلقي العلم هي مكان لبناء الشخصية يا سلام فإذا أنت هتخلي المدرسة لبناء الشخصية المسؤولين عنها هم دولة التارجد بتاعك مش العشرين مليون طالب مصبوط الربعمائة ألف مدرس والعشر تلاف أنا أشك سني أنا عارفت معلش هنطول بس دقين تلاتة كده ما أصألت المدرس دي بالذات لأنه وأنا مش عايز أنا عايف أنه عندنا حوالي مليون مدرس أو أكتر في مصر مليون ومتين ألف يانها ربي بات أنا مش عايزهم يزعلوا مني في النقطة أنا أنا حقولها دي أنا بثير النقطة بس أنه دردشت شوية مع بعض المفكرين التعليمين خبراء التعليمين خصوصا حتى في بره كان معنا واحد هندي واحد سويسري أعتقد واحد إنجليزي كنا عاديين في مكان كده وعظمهم بيشتغلوا في التعليم فقالوا الحقيقة دول المعلم حيتقلص جدا جدا في السنوات القادمة زي ما حريك قلت كده في المرحلة القادمة التكنولوجيا هتاخد مساحة كبيرة منه والطلبة دلوقتي بقى بالنسبة لهم الأهم فالأهم يعني المنهج ثم الشطارة التكنولوجية بتاعتهم فقدرتهم على استعاب المنهج وفهمه وكذا وكذا ثم تطبيقتهم وزي ما حريك قلت المدرسة والمعلم والمجرام ايه كذا حيبوا مجرد بس عناصر في بناء الشخصية والتربية لكن كعلم وتعليم حيتقلص جدا دور المعلم هل ده صحيح؟ لن يرتفع مستوى تعليم في أي أمة فوق مستوى مدرسيها كده ومدرسيها بيتغير دورهم لكن يظل أهميتهم قائمة اه يعني طبيعة دورهم بتتغير لكن مش أهميتهم بلها بتتغير هي الفكرة بقى لما يتغير دورهم عشان يبقى بناء الإنسان وأن الحياة داخل المدرسة فيها فن وفيها موسيقى وفيها مهارات القرن الواحد وعشرين وفيها ممارسات مختلفة على اللي بيحصل دلوقتي الناس الناس تقولك المنهج ده دكتور ده المنهج ده غيرهولكم بصباعي الصغير بكرة يعني فيه مشكلة فيش مشكلة لكن الفكرة احنا معندلاش مشكلة في التعليم في مصر عندنا مشكلة في إدارة التعليم في مصر صح صح أنا مضبور